والدة دكتور أسامة صبور حديث السوشيال ميديا منذ ساعات قليلة عقب نبأ قتله على يد صديقه ودفنه داخل العيادة الخاصة به في منطقة الساحل في القاهرة وأمس استلمت الأسرة الجثمان بعد تصريح جهات التحقيق واللي تم دفنه وسط جنازة مهيبة ودعته أسرته بالزغريت لأنه عريس الجنة ما كانش تتزوج وما دخلش دنيا كان بيستعد ذلك كما ذكرت والدته كان يعني معجب بإحدى بالنسبة لآخر مكالمة بجأة لابنك قبل الحالسة بيوم كانت يوم الشباة وهو نازل من معه اسألوا عليه زملاته الدكاتب بلاش تسألوا زملاته اسألوا الجران اسألوا البلد اسألوا الكبير مستغير اسألوا طوب الأرض الولد ده في حياته ما جاب لي مشكلة معلومة بس طغيرة أنا بدي أعرفه أنه عارف جميع أخبار أسامة عارف جميع أخبار أسامة عارف جميع أخبار أسامة وفيه حاجة برضا أن ابني كان مشترك في نفس العيادة اللي مشترك فيها الدكتور ده وكان ابني محبوب من المرضى إزاي؟ يقول لي المرضى يجي في يوم ابني ومش يجي ومش يرضو يجي في يوم أحد يقولوا لأ إحنا عايدينا في إنت يا دكتور ترامين الوكشات لنا كده دخلين على منعطة تاريخة قضية جديدة في الساحل الدكتور أسامة توفيق صبور ابن مركز مدينة هاهية محافظة الشرقية تلاتين سنة دكتور عظام شغال في معاة ناصر لكن عنده عيادة في منطقة الساحل لقوه مأتول وغثمان ومتشوه كمان ومدفول تحت سراميك إليادة بتاعته الكواليس ده ودته كانت في السعودية وما تعرفش ان ابنها اتقتل قال له وهي في السعودية الكواليس كتيرة قوي هنقول لحضراتكم المضمون ومعانا برضو في الفيديو بقيت التفاصيل على لسان الأم المكلومة ربنا يصبرها ويرهي مع السطر بكتور أسامة عنده ثلاثين سنة غير متزوج يمكن السيرة الطيبة بتاعته سواء في بلد مشقته هيا محافظة الشرقية أو المقر اللي فاتح فيه العيادة وكمان زميله في العمل بيشهده لي بالاحترام والأخلاق أمان ايه اللي خلاه اتقتل وندفل بقلب العيادة بتاعته وفين الكاميرات مع ان يمكن لا ترخيص عيادة النهاردة ألا لما يكون موجود فيها كاميرات مرادة وما بيش دكتور هو اللي بيقطع الكشف يا سادة بيقدير اللي بيبقى مع السكرتيرا أو زي ما بنقول ممرضة الدكتور أسامة توفيق صبور اللي عنده ثلاثين سنة مش متزوج وكده كان بيرتحها ما بين العيادة بتاعته في الساحل ومعهد الناصر اللي هو شغال فيه من اللي اختشف الجريمة ومن اللي عملها لحد النهاردة فيه رئيس مشتبه فيهم عدد دنين من الدكترة واحد تم القبض عليه وتحفظ عليه تحت قيادة النيابة العامة والثاني هربر وده اكتشفوه من خلال كاميرات المراقبة اللي كانت موجودة في العيادة الحكاية ابتدت من خمس قيادة لما اهالي المنطقة مش هنقول فيه هي ولا هنقول في معهد ناصر جيران العيادة الخاصة للدكتور أسامة بالمناسبة هو شغال دكتور عظام هنا اشتموا رائحة كريهة خارجة من عيادة الدكتور أسامة صبوه فبدأوا ان هم يتصلوا بيه الى جيزة الأمنية اللي حضرت في الكامل واللحظة هنا تم استقراض اذن النيابة العامة لمدهمة الشقة او كسف الباب علشان يكسروا الشقة والغريب ان الريحة خارجة من داخل الشقة وما فيش جثمان موجود قدامه من الريحة جاية منين لكن بدأت الريحة تزداد كلما اقترب على البحث الجنائي بعد استخدار اذن النيابة العامة بتواجد طريق من الطب الشارع ان الريحة خارجة من باطل الأرض طب السيراميك سليم لكن بالتركيز لقوا ان الريحة الكريهة خارجة من تحت البلاط السيراميك هنا طبعا استخدار اذن اخر بكسير البلاط واستخراج جثمان الدكتور اسامة ربنا ما يكتبه على حد المنظر اللي شاهدوه ان الجثمان مشوه قبل الدفن من خلال الصور اللي نعرضها قدامها حدراكم في الفيديو وشغال معنا انه كان انسان طيب الأخلاق وفي وسامة ربنا سبحانه وتعالى شخص جميل يا ترى مين اللي قتت الدكتور اسامة ودفنه هنا طبعا صدمة كبيرة جدا لأهل المنطقة لان ما فيش حد شاكك ان اسامة زعل حد منه هل بقى هنا غير الشغل لان طبعا يعني من خلال الكاميرات اللي رصدتها النيابة العامة والتحريات المباحث انهما شافوا ان الدكتور اسامة داخل الشقة اللي هي ريالة بتاعته وما خرجش لكن بردو بتفريغ اوقات اخرى شاهدوا ان اثنين زميلهم داكاترا او اطبه من قسم العظام اللي شغالين معاه في معهد ناصر دخلوا وخرجوا تم التحفظ او القفض على احد الدكاترا الاثنين والدكتور التاني هربار يا ترى ممكن تكون غيرة عمل ممكن يكون فيها ممكن علاقات خارجة او او لحد النهاردة الاثنين اللي تم الاشتباه فيهم مفيش ادلة بتادينهم لكن هم دول اخر اثنين دخلوا العيادة بعد الدكتور اسامة ما دخل عيادته وخرجوا لكن الدكتور اسامة ما خرجش فا احنا بصدد الفيديو دوت ان شاء الله متابعين القضية لكن فيه تفاصيل كتيرة قوي بقى هنعرفها من خلال حديث الام المخلومة ربنا الصبرها يا رب العالمين لان الدكتور اسامة كان من الناس كلها تشهد به طبعا هتحكي لنا اخر مكالمة كانت تمت بينها اما بين ابنها ومين اللي اتصل عليه من المعد ومين حاجات كتيرة قوي مش هنحرق الفيديو ولا المحتوى ويلا بينا نشاهد يمكن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الدكتور اسامة توفيق صبور على لسانة والدكتور بين الصبرها وان شاء الله لو فيه اي جديد في القضية هكيد ان نشهرها لحظة لكم يلا بينا وانتبسلاش بالاشتراك والايك وتفعيل زر الجرس سر علي مدفونا داخل العيادة الخاصة به في منطقة الساحل في القاهرة معنا النهاردة اول ظهور لولدة الطبيب الذي عصر عليه مقتولا داخل عيادته يعني تفاصيل بنعرفها من الام توجع القلب صديق يتخلص من صديقه بالطريقة البشعة دي اكيد طبعا ما حدش هتحملها معايا وما حضرتكم انا سنلي احمد مرئيس المحافظة الشرقية والدة الدكتور اسامة صبور خلص العزاء لحظة لك ربنا يستبارك يا رب يا رب قولي لي عرفت ازاي باختفاء ابنك الدكتور الله يرحب عرفت من واحد صاحبه كان بينه وبين ابني معاد وابني وصاحبه ده هيروحوا الفرح اللي لا دي لزميل ابني البش مهندس علي عيناني في التجمع الخاص وصاحب ابني ده خد البدلة وخد الجزمة وخد الكرافتة وراح على مكان العمل بتاع ابني اللي هو معهد ناصر للبحوث راح يسأل دخل المعهد وراح على القسم اللي ابني بيشتغل فيه اللي هو قسم العظام قالوا له ده هو متغيب من يوم من ليلة مبارح الساعة سبعة تلاتة واربعين دجيجة كان كان جوه الشغل لعين ما جات له مكالمة سبعة وثلاتة واربعين سبعة وثلاتة واربعين دجيجة مسك التلف خلي بالك هو بيشتغل ومعاه في نفس القسم دكتور زميله معاه في نفس القسم دكتور زميله تمام يجى لابني المكالمة مسك التلفون جمجلة زميله نص ساعة انا هوصل طلب واجي بس ابني للأسف مش رضي يقول مين اللي مكالمه مين اللي كلم جمجله طيب خلص العملية او جفل جفل واني نص ساعة هروح واجعلته نص ساعة واني هاجعلته روح فص ملح ودام فص ملح ودام في زميل حضرتك ذكرتلي ان انت كنت يوميا على تواصل انت وكنتش في مصر انا كنت يوميا اتصل بابني صبح ومغرب واطمئين على ابني ويطمئين علي يوميا اتصل بابني صبح ومغرب صبح ومغرب اطمئين عليه يقول لي يا ماما انا جاعد انا جاعد وعندنا بشرية ليلات انا جا يا ماما انا رايح لعيادة انا رايح لعيادة بتاعت حركاته كلها كان دايما يقول لك عليها. اه. يا ماما اني راكب المتر ووصل على وريح العيادة يا ماما. هو كان اقام تقريب من مكان العيادة? لا. كان بيركب متره علشان يروح. فين في الطهر? كان كان بيبات في معهد اه ناصر. في المعهد في مكان شوق. اه. لكن العيادة بقى انت قلت. بعيد. لا هي بعيدة. العيادة دي بقى كان هو الواحد فيها? لا. العيادة مشترك معاه واحد اقول الاسم. لا لا داعي ذكره. مشترك معاه واحد. زميله. زميله في العيادة. وزميله في نفس القسم. تمام. وعارف عنه جميع اخبار. تمام. دكتور اسامة كان تخصص عزام. عزام. الدكتور اسامة كان تخصص عزام. وزميله ده اللي هو معاه في القسم. ومشترك معاه في العيادة برضه تخصص عزام. ويعرف جميع المعلومات عن ابني. يعني اه ده اللي كان مشتبه في اللي هو زمين. اه. تمام. اه. تمام. وليلي بقى? اه اه كان في مكالمة حدست بينك وبين نجلك الله يرحمه يا رب دكتور اسامة. اه اخر مكالمة بينك وبينه كانت قبل اختفاءه بقدي ايه? وايه التفاصيل? اخر مكالمة كانت بيني وبين ابني كانت يوم الجمعة الصبح. وابني كان نازل اه محل على البيت بتاعي. يعني هو نازل من 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 شغله. اه كان جاي نازل من المعهد وجاي هي. جاي زيارة في هي. جاي زيارة. وجعد وجعد يوم واحد. هو يوم الجمعة. وسفر السبت الساعة ثمانية. لما كنتش هنا بس انا بقى عارف. يعني عارفة لما لما بيجي يمشي ببيتي يوم واحد يمشي. قبل اختفاءه بيومين كان هو هنا في بيتكو. هي هي في المكان اللي احنا في دلوقتي. اه. كان في البيت. تمام. تمام. وقعد جعد يوم الجمعة من الصبح. وبيت ليلة السبت ومشي يوم السبت الصبح على العمل بتاعه على معهد ناصر. قولي لي بقى المكالمة الاخير مكالمة تحديدا حصلت بينك وبينو. كان بيتكلمك فيها ازاي? وهل كان كنت حسب كقلب الام كنت حسب حاجة ولا كان الامر طبيعي? لا كان الامر طبيعي. والله كان الامر طبيعي. ما فيه اي حاجة خالص. طبيعي عادي زي زي اي زي اي مكالمة بيكلمها. ايوة يعني الحديث بينكو كنت شايفة انه كان طبيعي زي كل مرة? اه. اللي هو ايه بقى ازايك يا امي. اه اه اه. قلت له قلتها انت هتاكل ايه النهاردة يا اوسي يا مجال مش 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 شيل اهم يا مام. هو عمره الولد ده عمره مزعلني. عمره مجل كلمة زعلتني. الولد ده كان قمة الاخلاج العالية. الولد ده عمري ما شوف ازايه ولا هشوف زيه في الدنيا. لانه الولد ده عمر ما حد طلب منه. والده متوفي من من واحد وعشرين من واحد وعشرين فبراير الفين وعشرين. يعني اكتر من اتناشر سنة. اه. الزوج متوفي. اه. وحضرتك ده بقى له نجل ومهندس. اه. 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 يعني احنا سمعنا من اهل هي الزكر الطيبة. اه. اه. الولد ده انا ما شفتش زيه ولا هشوف زيه. اه. الولد ده طولة عمري. لها شفت زيه. مش كان حنين بس. الولد ده عمره مجل كيل ما زعلتني. الولد ده كان كل حياتي. كان كل حياتي. بذكريني موقف مؤسل حكاولك في يوم حصل معي. حكا كدك يعني جات واجع وانت وحكا لك يا امي احنا حصل معي موقف كذا ما سبب. بس ده من زمان من سبع تامن سنين. اه. كان فيه كان فيه يعني موقف دكتور في الغردجة وهو بجضي السنة اللي اسمها سنة الامتياز دي بتاعت الغردجة. اه. وحصلت مشكلة مع اللي هو يعني الدكتور اللي هو اعلم اللي هو. اه. 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 وهو في الغردج. فدي حاجة اثرت معي. اه. دي حاجة اثرت معي. ويعني اه. هو ده الموقف اللي حصل. اللي ابني ابحل بي. مشكلة بسيطة. اه. اللي كان مشكلة. اه. بس. لكن ما حكلكيش ان كان في خلافات وبينه وبين حد. والله ابدا. ابني عمره. عمره في حياته ما عمل مشكلة مع حد. طولة عمره. وتعالوا اسأله. اسأله زملاته. واسأله البلد كل هاتها ان كان ابني كان يمشي. حاطت وشه في الارض. حاطت وشه في الارض. وادب واخلاق وزوج. وعمر عمر ابني ما طلعت من حانة كل عيه. اطلاقا ولا يعرف. لذلك ابني محبوب من طوب الارض. وليلي بقى. انت كنت في السعولية لما لما عرفت بالاختصار. اه. نزلتي على الفور. لا مش مش على الفور ده اني بحس بحس بابني اي قسم وقده. رجال الامن واخداه. رجال مش عارفة ايه. ما ظنتش ابدا. هو كان في شغله. اه. كان في شغله. واختفى فجأة. اه. فانت ظنت ان فيه مشكلة معاه وما تعرفش عنه حاجة. بس. اه. اه. فقوليلي بقى. اه 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 عملتي ايه تصرفك كان ايه بقى لما عرفت ان فعلا هو مختفي رسمي بقى. انا معرفتش ابني مختفي رسمي. اه. الا لما جعدت تلات اربعة ايام استنظر في ابني ييجي مش 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 ييجي. برضو قعدتي في كنت في السعودية. اه. اه. على اساس ابني هي. بتقولي وقطعت زيارة. اه. 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 قطعت اه لما لجيت مش فيه فايدة من من. زيارتي بقى عملتي محضر في. عملت عملت محضر في في مركز مدينة هي. الله يسطر مفتش المباحث. الله يسعده. الله يخلهم له. ايجا وعمل معي تحجيج. وعمل اللازم. وخد اللابتوب بتاع اسامة. وخد علبة الرقم اللي على علبة الموبايل بتاع اسامة. وهي ده الرقم ده اللي عمل اللي بياننا الحجيجة كلها هتي. ان شاء الله حقه اسامة مش هيروح ابدا يعني بازن اللي احنا بنصق في القضاء المصري وبنصق في القانون المصري وان شاء الله حق ابنك هيجي مش هيروح ابدا. اه. وليلي بقى يعني انا عرفت برضو ان عقد دفن جسمانه قمس عرفت ان ابنك اللي كان برا مصر راجع برضو. راجع بس مش للأسف ابني اللي برا مصر رجع رجع بعد رجع 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 بعد الدفن مش شاف اخوه. كان نفسه يشوفه. وهيموت على اخوه. لانهم هما الاتنين. قال لي يا ماما انا مش مصدق. انا مش 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 ممكن اسدق ياما ان اخويا يروح ابدا. مش ممكن ياما اسدق. ده اخويا عمره عمره في حياته ما عمل حاجة في حد. ازاي يحصل لاخويا كده ياما. عمر اخويا ياما ما عمل حاجة في حد. اسألي زملات اخويا ياما كلهم. اسألي زملات اخويا ياما. اسألي طوب الارض عن اخويا ياما. اسألي طوب الارض عن اخويا ياما. يجاوبك عن اخوي. اسألي طوب الارض. ازاي ياما. كان صديق له مش اخوه. كان كان لتنين بموتوا في بعض. لانهم هم مش اللي هم حد. اه. لتنين بموتوا في بعض. ومش لدرجة ان اسامة كان كل يوم يتطل باشرف واشرف كل يوم يتطل باسامة. اخر مرة كلم شقيقه انه. مش اشرف كلمه يوم كلمه يوم 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 استبه. يوم استبه. اه. ورد عليه. قلو ايه? مش عارفة والله يا حي. لأ 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 جلي ده انا مكلمه يوم يوم استبه. ده انا مكلم اخويا يوم استبه. طب ازاي ازاي اختفل حد. انا مكلمه يوم استبه. طبعا كانت جهود مكسفة من مدريت امن القاهرة اللي فعلا قدرت تكشف لغز اختفاءه بعثور على جثمانه داخل العيادة. وليلي بقى لما جالك الخبر انه هم لقوه مدفون في عيادته. وليلي للوهلة الاول حستيت بقي كأم. كنت هموت في مش كنت مسادجة كنت لا لعين دلوقتي انا في حالة زهول. لعين دلوقتي لعين ما انا بكلمك دلوقتي انا في حالة زهول. مش مسادجة ان ابني ان ابني ان ابني ان ابني ينجتل وينفحر له وينفحر له ويندفن ويتغط عليه وينحط عليه اسمنت ويتلزق عليه البلاطة. يعني مش مجرد حطه. اه. ويتلزق عليه البلاطة. ولي. ده اللي عمل كده. اه. اه. انا مش مسادجة. مش مسادجة. يكتل ابني. يكتل ابني. ويفحر ويدفنه وبعد ما يفحر ويدفنه. يحط عليه اسمن. يحط يحط عليه اسمن ولزج البلاه. تاني. يا ساتر يا رب. يا ساتر. ده ايه ده? ماني بدي افهم. تي روحتي ما كانت حلوقها. لا مرة. ما قدرتيش. ما قدرتيش. او هما يعني ما تستحميلك قلب وامة شوف الوضع ده. اعم. لكن ده اللي انت عرفتيه عن لحظة العصور على دفتور اسامة. اعم. تقولي ايه النهاردة بقى للمتسببين في انهاء حالي. اقول اللي. احسة في قلبك حاجة مش عايزة. قولي للي قولي للي انت. قولي للي انت. لا انا خلاص مش انجدري. انا مش قولي انت جدري يا املا مش انجدري. بس قولي لي يا احمد. هاتي يا حبيب. اه يعني الام طبعا في حالة لا يرسلها يا ربنا يكون فعونها ويصبرها اه على اه غياب نجلها او فقدانه اه قتل بطريقة بشعة ودفن داخل عيادته. يمكن ذكرت لنا تفاصيل جديدة الاول مرة بنسمعها انه اتحفر حفرة داخل العيادة وتم دفنه جسمانه وتحط عليه اسمنت وبلاط مرة تانية. فما فيش ابشع من كده جرم انه يتخلص من حياة انسان. ويريت يعني اه اه ده طبيب اه اه مهنة انسانية. طبعا اه 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 الجنازة كانت جنازة مهيبة كما ذكرت لحضراتكم امس. والاسرة ودعته بالزغريت. لان دكتور اسامة اه رحمة الله عليه ما كانش يتزوج. اه 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 عزرا يعني الام في حالة انهيار لازلت في صدمة مش قادرة حتى تبكي. ربنا يصبرك يا ام. قولي لي يعني انك عارفنا مجلتك السامة مش متزوج يا كان بيستعد. اه. مش كان مش كان مش كان مجل. بالعكس ده قال اني معي واحدة دكتورة يما في المعهد في شغالة معي في معهد ناصر. تعالي اخطبها اللي قلت له لما انزل يا ابني من السعودية هاجي معاك اخطبها لك يا ابني. اه. اه. هاجي معاك اخطبها لك يا ابني. اه. اه. هل ابني يستهل كده من زميل له? هل ابني يستهل كده من زميل له بيشتغل معافينا مشترك معافي نفس العيادة? هل ابني يستهل كده من زميل له? هو هو عشان ابني شاطر والناس طلبة ابني يعني عشان ابني شاطر وبتيجي الناس عشان ابني محبوب من الناس المرضى. والناس والناس تقول له احنا بنيجي يومك انت يا دكتور اسامة عشان انت بتدينا الدواء. وبنطيب. بنطيب. كان بعامل المرضى كأنهم اخواته. كأنهم بيتعامل مع المرضى وروح 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 مبتسم كده في وش المريض. ابني كان فيه لله كتير. كتير كتير كان بعمل لله كتير 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 جوي جوي جوي. وللأسف ما كنتش عارفة ان ده ابن موت. انا ما كنتش عارفة ان ده ابن موت. عمل الخير كله. في المرضى وغير المرضى. الخير كله. ده انا هموت. انا هموت من ساعة ما سمعت الخبر. انا هموت. الله يصلح حاله ومفتش مباحث مدينة هي. هو وجف معايا وايجا عمل جميع التحجيجات. ايه. وبعدها بعشر ساعات كان بيقوله تعالي استلمي جوزة ابنك. الله يصلح حاله ومفتش مباحث مدينة ايه. ربنا يعني اه اجهزة الامنية في بلدنا الحمد لله في وقته قصير جدا قدرت تكشف لغز دكتور اسامة. اه وان شاء الله اللي اه يعني 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 انا انا مش مستوعبة اللي حضرتك بتقولي. يعني ايه انت دكتور وتفحر في الارض. وتدفن صاحبك يعني اكيد كالك. ده موته الاول. يا حبيبة امك موته الاول. هو حيدفنه صاحب? ده موته الاول. انت عرفه موته ازاي? مش عاردت. انت معرفتيش بابャ. ما انا معرفتش. ها؟ اكيدي الطب الشرعي مطلع سبب اكيدي الطب الشرعي ايه? اكيدي الطب الشرعي مطلع سبب الوفاء ايه? لان الطب الشرعي عمل عمل كل لاحتياطات اللازم. بيقولوله يا دكتور وسامة انت بتيجي يوم ايه عشان احنا بنجي يومك انتي لكن احنا مش عايزيني الدكتور احمد احنا مش عايزيني الدكتور احمد احنا عايزينك انتي احنا عايزينك انت تكشف علينا انت بتدينا الدوة وبعد يوم بعد اتنين بنطير متابعينا متابعي القاهرة 24 كيرو لايف مع حضراتكم من مركز ومدينة هيهي بمحافظة الشرقية مع والدة دكتور أسامة صبور حديث السوشيال ميديا منذ ساعات قليلة عقب نبأ قتله على يد صديقه ودفنه داخل العيادة الخاصة به في منطقة الساحل في القاهرة وأمس استلمت الأسرة الجثمان بعد تصريح جهات التحقيق واللي تم دفنه وسط جنازة مهيبة ودعته أسرته بالزغريت لأنه عريس الجنة ما كانش تزوج وما دخلش دنيا كان بيستعد كما ذكرت والدته كان يعني معجب بإحدى الطبيبات معاه في العمل وكان نفسه يكمل نصف دينه معاها وولدته كانت مرحبة إنها تنزل تخطبها له لكن حرموها الفرحة خدوا منها حتى من قلبها أكتر من 12 سنة وفاة زوجها عاشت بتربي في شقيقه المهندس وأيضا الدكتور أسامة اتنين كانوا سند لبعض كانوا هما لوالدتهم الأب والسند والأخ فجأة خطفوا من حضنها ونفذوا جريمتهم بشكل بشع طبعا إحنا بنسق جميعا في القانون المصري وقضاء المصري وإن شاء الله حق أسامة حيرجع بإذن الله وأكيد حنتابع مع حضراتكم تفاصيل أكتر مع كل خطوات بعد انتهاء التحقيقات وأيضا بدء الجلسات وأكيد حنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة قضية الدكتور أسامة ضحية الغدر شهيد الشهداء وشهيد الشباب المرحوم الدكتور أسامة إحنا معانا الدكتور أسامة رحمة الله عليه هتحكي لنا إيه تفاصيل الواقعة وهنعرف منها تفاصيل اللحظات الأخيرة للدكتور أسامة إحنا نصح لنا ستكر البخاء لله أم يحكي أم يحكي راكب المترو ورايح لعيادة على طول كنتب إنت فين أنت حلو وأني حلو يما أني راكب المترو ورايح لعيادة بتاعتك عندي نبصية في المعهد يدي أقوله أنت حلو أطمئن علي يقولي أني حلو يما خلاص طالما ده أني حلو حضرتك تلقيت الخبر أنت كنت برا مصر أنت كنت برا مصر بجالي أربع شهور أنت برا مصر بجالي أربع شهور وكنت متواصلة معها على التليفون يوميا مش بناماء لما أطمئن علي ابني ابني عامل إيه لأنه وأطمئن علي ابني بالنسبة لآخر مكلمة بجال ابني جاب لي الحادثة بيوم كانت يوم الشبع وهو نازل من معهد العبور رايح جاي هنا على البيت بتاعنا أكلمني في السبع وقالي يا ماما أنا راح البيت بقول له هتاكمل ايه أو هتعمل ايه يا أسامة قال لي مش تشغل يروح بي يا ماما خليكي في نفسك انت أنا هتصرف يا ماما وأني حلو زي اللي حاسم يعني هو يوم الجمعة اللي فاتت بديا نكلمك اللي قبل الحادث قبل الحادث على طول كلمك قال لك يا ماما أنا مروح فاللو خلص شغلهم مروح خلص شغلهم مروح وقعد الجمعة ياما أباد الجمعة وأباد ليلتي السابت وفحلا جد الجمعة وباد ليلتي السابت ويوم السابت الساعة تماما هتصان التوجيري على معهد نصر يعني هو رايح معهد نصر رايح شوكت له من زميل صديقه لا المكالمة جات له من برا مش نعرف ما جات له من ناة معاه زميل صديقه فين في الابنين من الاشخاص المجهولة معاه زميل صديقه في المعمل والمكالمة دي حصلت جدام زميل صديقه الابني مختفي تلقى اتصال تليفوني الساعة سبعة وثلاثة 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 مساءن هو كان في معمل العظام بيشتغل كان في معمل العظام قاعد بيمارس شغله الطبيعي في معهد ناصر معهد دكتور صديقه معهد دكتور صديقه سمع المكالمة مش سمع المكالمة يوم اتنين كان متفج مع زميل إله والولد ده من هي هاتلي الجزمة وهاتلي البدلة وهاتلي الخرفتة وتعالي بالليل على معهد ناصر عشان نحضر طرح زميل إلي اسمه البش مهندس علي عيناني الفرح بدأه في التجمع الحدث يعني هو كان مرتب مع حد من صحابه انه هو يجيب له البدلة ويجي ويروح يقع ثلاثة أربعة جهت أربعة تيام الخمس مجال انت تلقيت التليفون إزاي التلقيت اتصل إزاي وانت خارج البلاد انت أكيد حاولت تتصل به ما فيش لا نت ولا أي حاج على أولا ولا أي حاج على أولا اللي خدوه خلق الخطين من اللي بتاع وفسروا الخطوط مرحلة أنا بس هحط التليفون في الشبكة حسنا يعني إحنا متواصلين مع والدة المرحوم الدكتور قسامر حوالنا نتصل 700 مرة مفيش لهو شابك نت ولا برود ولا ولا مفيش 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 حاجة يعني اللي رحالهم في نفس التوقيت ده خد التليفون وفطلوا لبه وخدوا الخطوط وقسروا الخطوط وقسروا التليفون وخدوا الوات هو دي اللي احنا مش عارفين هو دي اللي احنا مش عارفين أنا جاحت يوم واثنين وثلاثة واربع تيام بدل صبت مخ يود وجيه تكون مثلا الحكومة مسكة يكون مثلا رجال الأم مسكين يكون مثلا عمل عيان في المشتشري يدخل المشتشري وعمل حتى ومعديد في المشتشري يكون مش عارف عمل وعمالة مخ يود وجيه تمام لعيند أربع تيام بالظهر عند رابع يوم عند رابع يوم بالظهر قلت يا محمد يا اخويا الولد اختفى يوم اتنين تلاتة اربعة يا محمد يا اخويا خد عربية وخد الدكتور الدكتور احمد ابراهيم اللي هو ابن خالك الدكتور اسامة تمام وروح جسم الساحل تعمل لي محضر اختفاج لان الولد مختفى ان الولد مختفى مصدقر خمس ايام مختفى هو يعمل حاج حاجة تصير الايه الشك والقلق الولد مختفى بجله خمس ايام لا ويني خمس ايام جمراه الزابط المسؤول عن التبليغ مش رضي يعمل محضر وجل الاخويا محمد روح بلغ في مكان الاقامة بتاعته شوف هو اقامته في هيجي بس هو اختفى هنا المفروض انت اللي تعمل دكتور ده هو اسمه اسمه احمد مش عارفة احمد حاتم احمد حاتم الزابط اللي كان مسؤول مش رضي يعمل لما مش رضي يعمل اني بتجيت اتحرق وبجت ايه الشك قلبك مش متطمن قلبك وكلك على ابنك لازم انزل روح هنا cuales ام ام ابتد الشك اللي حوم حواليه رجل جيت انزلت 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 السابق السابق يوم السبط نسلت السابق بالتحديد رحت ال رحت مركز هي وعملت المحضر والله يصلحانه رئيس انت كل دون من يوم الاثنين من يوم من ساعة اخر مكالمة اطلقتها فيه اللي هو يوم الحد اللي هو خلاص اللي هو كان رايح يحضر يعني كان جايب بدلته جايب جزمته عشان يحضرهم فرح اتعلمه من يوم الحد ليوم الاثنين وحضرتك عايشة في قلق وتوتر بتكلني بدأت تتحركي بدأت تتعملي اتصالاتك باخواته قريبه والله دخلته هنا في البلد عشان خاطر يبدأوا يدوروا عليه يروحوا يشوفوا في الإقسام في المستشفيات وفعلا راحوا يدوروا في الإقسام وفي المستشفيات وقالوا مش موجود وراحوا يدوروا في أقسام أمن الدولة ودوروا في المباحث العامة ودوروا هنا وقالوا دفاص مالحودان حابين بس نذكر الناس انه هو من ساعة ما تلقى اتصال تليفوني يوم الاحد تحديدا في الساعة سبعة تلاتة واربعين دقيقة مساء كان هو موجود في مقر عمله داخل معمل العزام بمستشفى معهد ناصر للبحوث وكان معايا دكتور زميل مساعد سمع سمع المكالمة قال انه هو في تليفون جاله مستعزم من الدكتور هاني وقال له جفل مكاني جفل العملية دي مكاني واني ايه نص ساعة وهتلاجيني جين تمام وهو بدى يتحرك من ساعتها وهو مختفي لحد يوم الاثنين حضرتك يوم حضرتك ماجيتي يوم الاثنين الماضي لحد ده انه مختفي لحد وقتنا هاز مش يوم الاثنين الي عرفني احطفاقه يوم الاثنين اللي هو تاني يوم اه تاني يوم لا احنا بقى خلاص 4 اخواته قريب وحضرتك 4 اول 5 ايام منتاش غريب يكون مسلا امن الدولة مثكة يكون مابحث العمل مسكو الشكوك ابتدت تظهر، يكون عامل حسه مختفى كل حضرتك ده هو حضرتك خارج البلاد مش موجودة في مصر ايوه لعندما ايه جلت لازم بجاء ايه انزل انزل انا واعمل محطر بنفسي رحت مركز هيه وعملت محطر بنفسي وبلغت بنفسي تاني يوم بالظبط انا عملت المحطر النهاردة عملته السبت جاني رئيس مباحث مركز هيه يالحد جاعد يستجوبني عن اسامة وياخد معلومات عن وديته جميع المعلومات الخاصة في اسامة ودخل على اللابتوب وخد معلومات من اللابتوب وجب علبة المحمولي بتاعت اسامة وديته الرقم منه واجب جميع المعلومات عن اسامة تلقيتي خبر الوفاة ازاي؟ ما هقول لك هو انا جاء من دخلالك انا دخلالك انا دخلالك انا انا عملت انا ايه جا تحجج مفتش المباحث حجج حجج معايا النهاردة بعد عشر ساعات ساعات من التحجيج جاتني اشارة تعالي استلمي جوشت ايه؟ يعني بعد التحرك الامني المشكور من السيد رئيس مباحث هيه والسيد مفتش المباحث بمحافظة الشرقية بعد التحقيق طويل وبعد ما اخدوا كل المعلومات عن المرحوم الدكتور اسامة رحمة الله عليه واخدوا كل البيانات سواء كانت بتاعت الخطوط او علبة التليفون اه اه او معلومات من الدكتور ونسل على المكتب بتاعه وفتش في كل ورقة وفتش في كل مذكترة جهد مبزول ويشكر عليه السيد رئيس مباحث هيه والسيد مفتش الله يسعد ويسترها معاه يعني جهد مشكور بنشكر عليه وده اللي احنا متعودين على رجال الامن ان هم دايما بيسعوا وبيتحرقوا باقصى سرعة عشان خاطر يجيبوا للناس حقهم الحجة يمكن بتوجه شكر بالاخص اه لا مفتش مباحث مركز مدينة هيه الله يسعده الله يسعده راجل ونعم راجل ونعم ونعم الرجال ونعم الرجال بعد ساعات على طول بدأوا يتحركوا المباحث الجهات الامنية اتحركت بعد عشر ساعات تحديدا الحجة بتحكي لنا الاوقات تحديدا بعد عشر ساعات عشر ساعات طلقت اتصال تليفوني تعالي استلمي جسد ابني شوفي ابنك ده ولا لا عملت ايه؟ انا لعندي الان في حالة سهول ومش جادر اصطور اني ابني رحمي ايدي لعندي الان ماني بكلمة اني فى حالة سجول يعني مش جادر اصدق اني ابني مش عاد على يخش علي يومات لمش جادر اصدق صدق وفاة كمش جادر اصدق لان الولد ده كان عملة ندرة الولد ده كان اخلاك عالي عالية عالية عالم عمره في يوم الأيام ما زعلني ولا جلني كلمة تجرح شعوري ولا يقول لي يا ماما انتي عايزة ايه ياما اعمله انتي عايزة ايه يا ماما شوفي انتي عايزة ايه واني اعمله الولد ده كان ساكن في جلبي وما زال ويعني اقول ايه هيفضل ساكن في جلبي طول حياتي يعني لحنه خاني مريحني في كل حال الولد ده كان مريحني مريحني في كل حالة موافقني في كل حالة الولد ده كان عملة ندري مش موجود زيه ومش هينواجز زيه الولد ده عملة ندري لا موجود زيه ولا هينواجز زيه رحمة الله عليه الدكتور اسامة يمكن احنا بنحتسبه عند ربنا شعيد بعد ما تلقتي الصدمة والخبر بتاع الوفاة والسيد رئيس المباحث قالوك تعالي اتفضالي شوفي ده الدكتور قسامة المرحوم الدكتور قسامة قالوك تعالي فين؟ رحنا الاول داخلية بتاع القاهرة وزارة الداخلية بتاع القاهرة خلصنا الاجراءات الاول بعد ما خلصنا الاجراءات الاول رحنا تانيا على حية اسمها مشرحة زنجون هو كان موجود في القاهرة؟ اه يعني تقاتل وفي القاهرة بالساحل الساحل. يعني. الجدل في العيادة بتاعته اللي بيدي فيها.. في العيادة بتاعته في في جلب الساحل. أو توضيحا.. منطقة الساحل... أيوه. وليس الساحل الشمالي. منطقة الساحل اللي هي بالقاهرة. أيوه. في جلب العيادة اللي هو بيدي بيروف فيها للناس. تمام يعني عيادته اه مش عيادته بس العيادة دي مشترك فيها اتنين تمام الدكتور اسامة ابني ايو عارف عارف اسم الساحل ايو معنا بوضح احنا بنوضح بنقول ان هي منطقة الساحل وليس الساحل الشمالي تمام يا فندم يعني العيادة دي زي مستوصف 3-4 دكاترة بيشتغلوا مع بعض ازي العيادات التخصصية الخاصة العيادة دي مشترك فيها ابني الدكتور اسامة واحد تاني دكتور من الزجازيج اقول اسمه ولا لا لانه هو ده الجاتل اقول اسمه ولا لا يعني عارف براحتك يعني براحتك هو موجود فين ولا هو هربان ولا طفشان ولا ايه مش عارف انا مش عارفة عند انت عملته ماي ودكتور تاني اصلا من محافظ من الزجازيج محافظ الشرقين يعني هو معاق اتنين ده كترة في العيادة دي منهم دكتور من الشرقية هو أسامة هو واحد تاني بس الدكتور ده من الزجازيك محطس الشجين اسمه أحمد ومش عادة أقول أحمد إيه لأن العيادة اسمه أحمد دكتور اسمه أحمد ملترك معك لعيادة طيب تمام أسامة كان مسمع سمعته في العيادة مسمع الجميع انت سمعته كانت سابقه زي محضرتك وقت إزاج إزاج يا دكتور أسامة أيامك إيه اللي انت بتجيها في الأسبوع عشان إحنا عايزينك إنتك إيه ندخل لك إنتي ليه؟ لأن ابني كان دكتور مش أي دكتور ابني كان أول ما يجيه له الدكتور يبتسم في وشه ويضحك في وشه وعامل المريض كأنه أخله بالضبط بالضبط ابتثامة ابني وأنه يطبط بكده على المريض ويقوله تب انت بتشتاكي من إيه وده كان بترفع من روح المريض ابني كان محبوب لطوب الأرض لطوب الأرض لطوب الأرض كفاية إنه بضحك في وش المريض بعد ما تلقيت الاتصال من المباحث الأمنية بدأت حضرتك تتحركي وتتوجهي زي ما حديك قلتنا لوزارة الداخلية ومدرية الأمن مدرية أمن القاهرة تمام؟ إيه اللي حصل بعد كده؟ روحنا بجا مشرحة ذنهم عشان ناخد الجسم أنت كل دا ما تعرفيش إن كان هو ولا لأ آه روحنا بجا مشرحة بعد ما روحنا مشرحة ذنهم جاعدني يطلع سبع تمن ساعات الطب الشرعي بياخد بالتعال وروحنا ضدنا الورجة دي من هنا أوّل ما شفته أنت أول ما دخلت علي ابنك ولقيت ان هو المرحوم، رحمة الله عليه، دكوترو سي عملتي أعشان هأقول لك إيه؟ حأقول لك إيه أنا لعندي الدجيجة اللي أني فيها دي مش مصردجة اللي ولد مات لعندي الدجيجة اللي فيها دي أنا في حال الزهول والله 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 ما مصردجة ان ابني مات لعند وقتنا هذا أنا في حال الزهول في حالة زهول لإن الولد ده كان عملة ندري لن نوجد زيه ولا هين نوجد زيه في أدبه أخلاقه كان فيه لله اسألوا عليه زملاته الدكاتل بلاشت اسأله زملاته اسأله الجران اسأله الملد اسأله الكبير والصغير اسأله طوب الأرض الولد ده في حياته ما جاب لي مشكلة في حياته ما طلع يلعب بره في حياته ما طلع على جهب في حياته ما عمل اي حاجه يخير قيleme رحمة الله علي الولد ده مش انواجه ازيه وانا ماعرفش ان الولد ده ابني موف والله العظيم ماعرف ان الولد ده هيموت مني ولو كنت اعرف هيموت مني كنت جاعدتا جانبي والله كنت جاعدتوا جانبي الولد ده معزه فجلبي اكتر من معزه اقول ايه يعني الولد ده لو اعرف انه سينوت كانت جنبي ولله وقلته وجررجه пример كيفية ا pity I only did something I want to get in with you انا عيزه بس ايضا اطلع علك لاني اطلعه ايضا وانشرح كالبي انشارح كالبي والله لو اعرف انه سينوت كنت جعل عدته ومش كنت Stغالته ولا كنت طلعته من الدار الولد ده مش موجود زيه ماذا عجمنه ازي ما شهاك الشهود اسألوا البلد اسألوا المباحث اي من الولد الولد ده عمرا Every human انا بقولنا علني لها الولد والله العظيم الولد والله العظيم الولد كان من شغله لداره احط له لأكل يصلي وروح نايم ما عمره راح جهوة ولا عمره راح اي حاجة نهائي جبل ما يروح يقول انا طالع المكان الفناني افضل اي افضل حاجة وابوسطه لجير اي جالي جالي رحمة الله عليه والله لو اعرف ان الولد ده هاي ان جتل ماني مقلعه ماني مالي تايده من يدي مش هسيبه مش هطلعه مداره لان الولد ده لنوجد ولا هينوجد لنوجد ولا هينوجد لنوجد ولا هينوجد لنوجد ولا هينوجد رحمة الله عليه هو اكيد في مكان احسن مننا وربنا يرحمه ويغفرله يا رب العالمين تحب تقولي ايه في النهاية او تحب توجيه السلامين انت وجيت رسالة شكر للمباحث هيهية ومفادش الامن العام ومحافظة الشرقية على جهودهم لم يتخذوا عدد ساعات قليلة الا اذا كان الخبر موجود عند حضرتك تحب توجيه رسالة للي قتل او عمل كده في الدخول اسامة تقولي له ايه اللي هو انت ما تعرفهش فيه حاجة لسه 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 هقول لك اتفضل يقولي انا عارفة ان قضاء جمهورية مصر العربية عادل عارفة ان قضاء جمهورية مصر العربية جمهورية مصر عادل وهيجبلي حبي هيجبلي حبي هيجبلي حبي اذا ابني عمل ايه عبارة اللي هقولها جمه ابني عمل ايه علشان ابني يموت اولا ثم ينفحر لبني فخرة ثم ابني ينحط في الفخرة ثم ينهال عليه بالتراب ثم ينحط عليه الرم ثم وينحط عليه الاسمن ثم ينحط عليه الب learnt اتيلي امي مع ليش تن يعني 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 خلينا نقول ان بدإ أشوف الجريمة اللي عملها اللي عملها ابني ايه اني بقول للمسؤولين رجال الدولي اني ببلغ مسؤولين رجال الدولي مسؤولين رجال الدولي ايه الجريمة اللي عملها ابني عشان ألاقي ابني مصور لحفرة ومحطوط فيها ومهال عليه بالتراب ومهال عليه الرم ومحطوط عليه الأسمن وملزجين البلاط على إبنه إيه جريمة إيه جريمة إيه جريمة اللي عملها إبنه يعني هم عملوا كده إنت روح تشوفت العيادة اللي هي مقر عمله اللي هو رحمة الله عليك حصلت فيها الوقت روح تشوفتها ولا اتحكالي اتحكالي من مين بقى اتحكالي من بتاع المشرحة اللي كان جايبه بالليل وأنا رحت الصبر يعني مش جاعدة لليلة واحدة في المشرحة بتاع المشرحة إيجا حكالي جل إني أثناء جايبيني الولد ده لسه ده كللت مبارك يعني جاعد في الحفرة إبني جاعد في الحفرة كامن تيان قلك إيه حكاليك قلك إيه جل ده الولد ده إحنا جايبينه للتنباح بس للتدخل المشرحة للتنباح والجناة في حفرة ومحطوط عليه التراب ومحطوط عليه الرملة ومحطوط عليه أسمنت والأسمنت متغرز البلط عليه متغرز البلط على الأسمنت عشان مش يصهر أسر لأي جريد ع شان مش يصهر أسر لأي جريد لا حاول على قضاء العادل زي ما حضرتك قلت كلنا ثقة في قضاء مصر العادل حضرتك قلت أنا عندي ثقة في قضاء مصر إنه هجيب لي حقي أنا عندي ثقة في قضاء مصر إنه هجيب لي حقي قضاء مصر عادل وهجيب لي حقي ان شاء الله رب العالمين قضاء مصر عادل كلنا بنسك في قضاء مصر العادل كل الشكر كل الشكر بنكرر وبنقول إن كل الشكر لكل القائمين على الموضوع في وزارة الداخلية من أول سيد رئيس مباحث مركز هيه ومفاتش مباحث مركز هيه والسيد مفاتش العام بمحافظة الشرقية اللي لم يتخذوا في جهدهم لحظات لحد ما وصلوا لموقع الجريمة الناس دي شغالة الحاجة كانت خصت بالشكر وبتتوجه بالشكر لكل القائمين في وزارة الداخلية وعلى رأسهم السيد رئيس مباحث مركز هيه والسيد المفاتش مباحث مركز هيه والسيد المفاتش العام بمحافظة الشرقية كلمة أخيرة يا أمي الكلمة الأخيرة اللي أنا عايزة أقولها الكلمة الأخيرة اللي أنا عايزة أقولها اللي جاءتها لابني لازم لازم ينعدل لازم يأخذ حقوب إعداد اللي جاءتها لابني أنا عارفة مش واحد اللي جاءتها لابني لإني مفيش واحد أيفحر الحفرة الكبيرة اللي جاوي دي اللي عايزة يوم يوم بحعل وفعل مفيش واحد مفيش واحد هيينفذ جريمة جي لرؤسة مفيش واحد هيينفذ جريمة جي لرؤسة أنا عايزة اللي جاءتها لابني يلحاكم عني بالبناء كلنا ثقة في قضاء مصر العادل ان هو هيجيب لحضرتك حقك هيجيب حق الدكتور قسامة رحمة الله عليه اللي كان اخر لحظاته والغاية اخر لحظة في عمره موجود في عمله بيمارس مهدعم عمله داخل المستشفى ما كانش بيتوانى في اداء عمله وبعدين في حاجة برضو انا عايز اقولها الدكتور زميلي اللي كان مشترك معاه اللي شغال معاه في قسم العظام وشغال معاه في نفس العيادة اللي اسمه احمد اللي من مدينة الزجازيك محافظة الشرقية الدكتور ده معلومة بس طغيرة انا بدي اعرفكوا انه عارف جميع اخبار اسامة عارف جميع اخبار اسامة عارف جميع اخبار اسامة وفي حاجة برضو ان ابني كان مشترك في نفس العيادة اللي مشترك فيها الدكتور ده وكان ابني محبوب من المرضى ازاي؟ يقول لي المرضى يجي في يوم ابني وش يجي ومش يرضو يجي في يوم احد يقولوا لا احنا عايزينك انت يا دكتور اسامة ليه؟ لان ابني كان محبوب محبوب من كل الناس ابني كان بيعامل المريض كأنه مؤخله يبتسم يضحك ويقول له عندك ايه؟ يعني ابني كان له اسلوب كده وهو بكشف على المريض اسلوب كده الواحد يرتاح له نفسيا الولد ده محبوب من طوب الارض مش محبوب مني اني لقى بشهادة الشهود بشهادة جميع الشهود بشهادة طوب الارض الولد ده عملة ندرة ومش هينواجد ولا هينواجد والله العظيم لا هينواجد ولا هينواجد انا محسب انا مش بحسب ان الولد ده ابن موت الولد ده فعلا 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 ابن موت وانا ما حسدتش انه ابن موت انا ما راح من ايدي راح من ايدي لان الولد ده انا عايشة معاه تسعة وعشرين سنة مزدعال لي مرة مزدعال لي مرة مش جال لي كلمة ما كان صد خطري مرة بيقول لي اللي انت عايزة يا ماما اللي انت عايزة يا ماما شوفي انت عاجلة تعملي ايه يا ماما هادي في كل حاجة تواكلو هادي في لبسوهاتفي نفسوهاتي الولد ده ينشي يا جماعة يطلع من البوابة بتاع بيتي حاطو توشو في الارض لا يطلع يمين ولا يطلع جمال حاطو توشو في الارض قمت الادب قمت الاحترام قمت التربية عقول ابعود تعالوا اسألوا علي البلد تعالوا اسألوا علي زمارات البكاتري تعالوا اسألوا عليه جميع المدارس اللي راح فيه تعالوا اسألوا عليه جميع مدرسي اسألوا عليه طوب القرن انجلتكم كلمة غير كده يعني اقول ايه الولد ده اني لاندي القلمش مصدم وراح من ايه والله لو اعرف انه هيموت ماني مطلعام الدوار قطحة خليت كده يا قطحة قطحة ابصته له بس ابصته له بس اشفح ده اللي يبص لابني يشفح اللي يبص لابني بس ابص لابني يشفح ابص لابني كده اشفح خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله انت حليق رضي الله وقدره ربنا يرحمه وفي منزلة احسن مننا ربنا يسكينه فسيح جناته ويسكينه مزينة الشهدين